قال تعالى وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لا تكن كمن عاش شطر حياته الأول يشتهي الشطر الثاني وعاش شطر حياته الثاني آسفاً على ضياع شطر حياته الأول فلا تتحسر على المفقود كي لا تفقد الموجود وإذا مر بك يوم قد سلم فيه دينك وجسمك ومالك وعيالك فأكثر الشكر لله تعالى فكم من مسلوب دينه ومنزوع ملكه ومهتوك ستره وموجوع جسمه ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في ستر وعافية فلا ترهق نفسك بالمقارنات لأنه كلما اتسعت عيناك ضاق صدرك وارضى بما قسمه الله لك واشكره على نعمه تكن أغنى الناس وثق تماماً أنه لا يوجد إنسان في الدنيا أعطاه الله كل شيء وأن ما تملكه الآن قد يتمناه غيرك طوال حياته ترجمة نانسي قنقر